تقدمت عشيرة الذيابات ببيان يمهلون به الحكومة حتى نهاية اليوم لمحاكمة من وصفتهم بالمتهمين من مرتبات البحث الجنائية وتقديم الاعتذار للعشيرة ملوحين بتصعيد إجراءاتهم في حال لم تستجب الحكومة لمطالبهم تفاصيل الاجتماع في هذا التقرير لا أحد يعلو على القانون وعليهم محاسبة الجناء بهذه الكلمات شدد أهالي عشيرة الذيابات بلهجة حادة في اجتماعهم في لواء الرمثة في محافظة إربدة أمس عقب حادثة اعتداء مجموعة من مرتبات البحث الجنائي على الدكتور محمد الذيابات اجتماعنا اليوم في مظافة الذيابات جاء تنفيذا لما تم عليه الاتفاق البارحة البارحة كان لدينا اجتماع موسع لكافة عشائر لواء الرمثة واتفقنا على عدة أمور قبل أن نصل إلى مواصل قد لا يحمد عقباها من ضمن الاتفاق المطالبة بتجريم كل من يثبت إدانته وتورطه في الفيديو الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي فمن قام بهذا الفعل يجب أن يلاحق قضائيا وعشائريا لا بد من وقفه وقفه جدية وحازمة وصارمة على هذا الاعتداء الأثيم على المواطن الأردني والذي تجاهل كل الأعراف والمبادئ والقيام الاجتماع حضره عدد من عشيرة الديابات بالإضافة إلى عدد من النواب والذي ركز على الخطوات المقبلة التي ستتخذها العشيرة في حال انتهاء المهلة التي أمهلتها العشيرة للحكومة عقب الحادثة أهالي الديابات اعتبروا أن التجاهل الرسمية متعمد حيث لم تتحرك الجهات المعنية حتى الآن ولم تتقدم بأي اعتذار حول ما حصل مطالبين عبر بيان لهم بمحاسبة الجناة والتعرف على أسمائهم لمحاكمتهم عشائريا دهمتنا الحكومة ونحن كنا لم نعرفهم حكومة لأنهم لا أظهر هويات ولا أظهر أنهم بعد جناي فكرناهم عصبات حالة غضب تحيط لواء الرمثة وتشعل عشيرة الديابات عقب تظاهرات تصعيدية لوحت بها العشيرة في حال لم تستجب الحكومة لمطالبهم فيما توعد مدير الأمن العام بمحاكمة الجناة وتحويلهم لمحكمة الشرطة في انتظار قرار القضاء